يوم كازا بيسوي هي العلامة الرسمية ديال لبيسوي في مدينة الدار البيضاء اللي غادي جول عنا جوج ديال الخطوط اللولة والثانية سي البيدوبل في خمسة وبيدوبل في ستة واحد كي يبدأ من السلمية وكيدوز على عين الشق يعني من بنمسيك لعين الشق والثاني هو هذا اللي احنا فيه كيمشي من المعارف اللي هو البداية ديال يعقوب المنصور وغاديمشي حتى للرحمة حتى يعني الاقليم ديال نواسر على مدى خمس كيلو مترات من الاقليم نواسر اذا اليوم هاد النوع ديال كازا بيسوي هو تكملة لكازا تخام يعني غاديكون تقريبا بنفس الشيء يعني تذكيرا موحدة غاديكون ثلاثة النقاط ديال الربط بين لبيسوي وبين لتخام يعني يمكن الانسان يهبط من لتخام وياخد لبيسوي باش يكمل طرق دياله بنفس تذكيرا يعني تذكيرا موحدة ان شاء الله اليوم الحافلة اللي كاتشوفو هي حافلة في يعني في ارقى مستوى ديال التنقل سي ان بوس ديازل لأسيس يعني البوس اللي اقل 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 تلوت للبيئة يعني الغاز اللي كيخرج لسيو دو هو اقل تلوت للبيئة هو من اعلى الحافلات اليوم على المستوى العالمي عدد الحافلات الاجمالية اللي عنا اليوم هي 40 حافلة واللي احنا في طور التلقاء دياله يعني احنا كنناخده من نوع مرسيداس والتاني اللي غادي خسني نأكد عليها هي الكلفة المالية ديال الاقتناء الحافلات هو 230 مليون ديال الدرهم تقريبا مجلس مدينة الضالبضة طبعا ساهم بماليته ونحن نجد سعداء طبعا بهذا الانجاز اللي غادي بدل الحياة اليومية ديال مرتفقي الحافلات ومرتفقي أطخام اليوم عمل جد يعني متقدم باش لمكلي نانغليو لبوسوي لتخام اي كالزا وهذا غادي كون انجاز في حداته لمدينة الضالبضة لم يحدد بعد ثمن التذكيره هو تقديريا غادي كون بحل لتخام فحنا غادي خسنا طبعا دوزوها في الدورة باش نعلنوا على ثمن تذكيره اللي غادي تكون نهائية اللي غادي اقتناء ان شاء الله لبوسوي اقتلاق الفعلية يناير الفين وثلاثة وعشرين كان عاود نرجع للحادث ديال اليوم ونأكد على انه كان حادث لتقديم الحافلة اللي هي متواجدة من وراء الان فهي حافلة جديدة ذات خدمة عالية لكشي بسميتها الخدمة عالية الحافلة ذات الخدمة عالية الجودة الطول ديالها واحد وعشرين متر العرض ديالها جزء المتر او خمسة وخمسين والعلو ديالها ثلاثة ديال متر او اتناش سنتيمتر العدد ديال السيعة ديالها هي مئة وثمانية وستين راكب منها ثمانية وخمسين مقعد للجلوس طبيعة الحال هذه الحافلة كذلك توفر شروط الولوج بكل اريحية وكل امان للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وفيها جميع المرافق التي ستمكن الركاب من رحلة ممتعة وامنة على غرار ما نقدمه في عربات التراموي وفي العلامة التجارية كازاتخام اشتركوا في القناة